والسلام عليكم تحرص السلطة الوطنية للانتخابة على إحداث توافق مسبق في الخطاب المرتقب في المنظرة بما لا يخالف ميثق أقلاقية الحملة الانتخابية التحذرة تجري على قدم وساق داخل سلطة لتأطين مضمون المنظرة سيشارك المترجحون بخمسة بعد موافقتهم واستشارة مرات عديدة وكانت لممثليهم جلسة هنا وتناقشتك الأمر ممكن تمتد من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات يوم الجمعة إن شاء الله تخيرنا الوقت المناسب حتى لا تكون فيه مشاغل أخرى وفي الليل وتعرفون الليل الشتاء يعني السهرة كل الناس تسهر يعني على هذا فكل الأجواء رتبت أيضا بالنسبة للتركيز كل المرشحين تأكدت لهم السلطة المستقلة أن يكون الخطاب في مستوى همة الجزائريين في قضايا الثوابت ما يتعلق بمثاق أخلاقية الممارسة الانتخابية أيضا تعمل سلطة الانتخابات على إنجاح المناظرة التلفزيونية التي تعاول من خلالها على تقديم فكرة عن المرشحين للرئاسية عن قرب وفي الوقت نفسه تكوين صورة عن كل مرشح من مكان واحد هذه المناظرة هي من الأدوات المحفزة للانتخابات ونحن كسلطة مستقلة نحرس أن تكون هذه الانتخابات جالبة ومشوقة لكل الجزائريين لا يهمنا من يصوت لهذا أو ذاك ولكن يهمنا أن يحسب هذا المسار المسار الحراك، المسار النقاش السياسي ومهما يكون من أمر فإن خطوة تنظيم المناظرة في الاستحقاقات الرئاسية تعد نقلة في المسار الانتخابي الجزائري ترجمة نانسي قنقر